بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الفرض الثاني للفصل الأول في الرياضيات لسنة الثالثة ثانوية رقم 5 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنها مسألة رائعة وشاملة حيث قال المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس OEG قال حيث الطاولة E90 1 سنتيمتر أكيد الطاولة G تكون 1 سنتيمتر لأنه متجانس قال 1 روماني نعتبر الدلة F المعرفة على R كما يلي F لإكس تسوي أن X زائد 1 لكل مربع في أسية ناقص X C تمثيلها البيانة قال 1 أحسب limit F لإكس لما X يقول إلى ناقص ما لا نهاية و limit F لإكس لما X يقول لا زائد ما لا نهاية ثم ثانيا قال أدرس اتجاه تغير الدلة ثم شكل جدول تغيرتها ثالثا قال أثبت أن المنحنى C يقبل نقطتين عطاف يطلب تعيين إحداثيهما ثم بعدها قال أحسب F لناقص 2 ثم أرسم المنحنى C في المعلم السابق 2 روماني قال ليكن M وسيط حقيقي نعتبر دلة F المعرفة على ماذا على R كما يلي F M لإكس تسوي أن X مربع زائد M في X زائد 1 في أسية ناقص X قال وليكن C M تمثيلها البيانة في المعلم السابق هذا قال 1 أثبت أن جميع المنحنى C M تشمل نقطة ثابتة أوميغا يطلب تعيين إحداثيه A وهذا السؤال كذلك نجده أثبت أن جميع المستقيمات تتقاطع في نقطة واحدة كذلك بنفس صغة الإجابة ثانيا قال أدرس اتجاه تغير الدلة F M واستنتج قيم M التي من أجلها تقبل الدلة F M قيمتين حديتين يطلب تعيينهما أو تعيين قيمتهم ثم ثالثا قال M M نقطة من المنحنة C M فاصلة X M حيث X M تساين 1 ناقص M قال أثبت أنه عندما M يمسح R فإن M هذه النقطة تنتمي إلى منحن يطلب تعيين معادلة له ثم رابعا قال أدرس حسب قيم الوسيط الحقيقي M حيث هذا M لا يساوي الاثنان ماذا قال قال أدرس الوضعية النسبية للمنحنين C الذي هو ها هي عبارته معادلته و C M التي ها هي معادلته إذن لننطلق على بركة الله في الشرح نقطة بنقطة إن لم تفهموا شيء أعيد الفيديو في تلك النقطة ولو عشر مرات حتى ترسخ في أذهانكم إذن لننطلق إذن لننطلق بنائي بالإجابة على الجزء الأول حيث قال أحسب لميت أفلي إكس لما إكس يؤل إلى ناقس ملا نهاية إذن مباشرة نكتب هنا عنوان إجابة حساب هنا النهايات ننطلق بأول نهاية التي هي لميت قال أفلي إكس التي هي إكس زائد واحد الكل مربع في أسية ناقس إكس لما إكس يؤل إلى ناقس ملا نهاية تصبح لنا تساوي المعلوم عندنا أنه لميت أسية إكس أسية ناقس إكس لما إكس يؤل إلى ناقس ملا نهاية تصبح لنا كم تصبح لنا زائد ملا نهاية لماذا؟ لأن هنا تصبح لنا أسية ناقس ناقس ملا نهاية هي زائد ملا نهاية معناها هذه تصبح لكم كم تصبح لنا زائد ملا نهاية وهنا لما نعوذ ناقس ملا نهاية مربع لأنها هو التربع لا تنسوا التربع فتصبح لنا كذلك هنا زائد ملا نهاية الزائد ملنها فيه الزائد ملنها أكيد يعطي لنا مباشرة الزائد ملنها وانتهت القضية نأتي الآن بعدها إلى لميت x زائد 1 الكل مربع في أسية ناقص x لما x يؤول إلى الآن إلى زائد ملنها هذه تصبح لنا ماذا تصبح لنا أسية ناقص ملنها لأنها تصبح ناقص زائد ملنها صفر وهنا تعطيكم ملنها حالة عدم التعيين كيف نفعل أبناء يلاحظوا جيدا تصبح لنا هكذا لميت x زائد واحد الكل مربع على أسية x يعني هذا نقلبه إلى المقلوب لأن عندنا ماذا؟ عندنا لميت أسية ناقص x أعفوا دون أن نقول لميت أسية ناقص x أصلها هي واحد على أسية x حتى نفهم جيدا أكيد لما هنا x يقول إلى الزائد من النهاية هذه تسوينا أولا نقوم بعمل 12 لتلاحظ بعض النهاية الشهيرة نصبح لنا لميت x مربع زائد 2x زائد واحد وهنا نقسم على أسية x وهنا على أسية x وهنا على أسية x يعني كل واحد أخذ مقامه لوحده قلت في الأصل هذه تعتبرنا x مربع زائد 2x زائد واحد على أسية x لكن كل واحد أخذ مقامه لوحده لماذا؟ لحتى نصل إلى بعض النهايات عندنا نهاية معروفة كذلك التي هي لميت عندنا أسية x على x قوان قلت على x هكذا قوان لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية هذه معروفة أنها تسوينا زائد ما لا نهاية إذا جعلنا مقلوبها أي لميت x قوان أفواً قلت x قوان على أسية x لما x يؤول إلى الزائد ما لا نهاية هذه تصبح لكم صفرة فيذهب هذا أكيد إلى صفر وهذا إلى صفر وهنا صبح هنا واحدة على المنهى كذلك صفر التي هي صفرة هكذا فقط نقول تفسيرنا بينا ومن هو y يسوينا صفر مستقيم مقارب ما عفواً مستقيم مقارب أفوقي بجوار إذا نقلت أفوقي بجوار ماذا؟ الزائد ما لا نهاية لمن؟ للمنحنى الذي اسمه c فقط يا أبنائي أرجو قد فهمتم إذن تقول القاعدة إذا حسبنا النهاية عند المال نهاية وجدت أنه عدد منتهي فنقول بيقر يسوي ذلك العدد هو مستقيم مقارب وفوقي بجوار الزائد أو النقص مال نهاية هنا حسبنا بجوار زائد مال نهاية فأصبح بجوار الزائد مال نهاية فقط بعدما أنهينا مع هذا الجنة الآن أبنائي إلى ثانيا قال أدرس اتجاه تغير الدل أف إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة التي اسمها أف نقول أولا بما أن الدالة أف كيف هي قابلة للاشتقاق على ماذا على مجال التعريف اللي هو أر وتصبح لنا وأف فتحة لإكس تصبح لنا تساوي هنا لا تنسوا أنه يوجد لنا جداء دلتين ها هي وها هي ذي فمشتقه ماذا يساوي مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول معناها تصبح لنا مشتق هنا لكن ركزوا عندنا أبنائي ما نسمي هنا إكس زائد واحد الكل مربع هذه إذا قمنا باشتقاقها مثل وكمثل الدل قوة أن أنه هذا ينزل تصبح لنا كم اثنان في مشتق هاته التي بالداخل التي هي كم واحد نقص لها درجة معنا تصبح هنا في إكس زائد واحد لماذا لأن القانون يقول أف قوة أن مشتق هاته ماذا يساوي سيكون أن في أف فتح في أف لأن ناقص واحد هنا كذلك هذه تشبهها كأن مهاية أف مربعة حتى تفهم الفكرة جيدا أن فتصبح هنا إثنان في إكس زائد واحد إذا المشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني مشتق سية ناقص إكس مشتق سية ناقص أف قلت مشتق سية ناقص إكس هو ناقص سية ناقص إكس إذن نصبح لنا ناقص سية ناقص إكس في الأول الذي هو إكس زائد واحد الكل مربعة بعدها ماذا يمكن أن نكمل إذن هذا نضع وتصبح لنا آف فتح لإكس تساوي يمكن أن نستخرج هنا العام المشترك من هنا واحد ومن هنا واحد أو يمكن أن ننشر حتى لا تخطي أمورنا تصبح لنا هكذا إثنان إكس زائد إثنان ضرب أسية قلنا ناقص إكس ثم ناقص ننشر الآخر لهو إكس مربعة حتى تلاحظ جيدا زائد إثنان إكس زائد آف فتح لإكس تساوي لنا هكذا تصبح لنا إثنان إكس زائد إثنان وندخل هذا الناقص هنا وهنا وهنا تصبح لنا ناقص إكس مربع ناقص إثنان إكس ناقص واحد في أسية الناقص إكس تصبح لنا أولا هذا هذا وهذا قد ذهب وتصبح لنا آف فتح لإكس تساوي لنا كم تساوي لنا عندنا هذا مع هذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا واحد ناقص اكس الكل واحد ناقص اكس مربع لأن هذا يبقى لوحده في ماذا في السية الناقص اكس الآن هذه المشتقة بعدما أكملنا معه الآن استخرجنا المشتقة نأتي الآن إلى إشارة المشتقة دقيقوا جيدا إذن نكتب هنا إشارة اف فتحة لإكس إذن نقول هنا إشارة اف فتحة لإكس من إشارة أكيد من لهو واحد ناقص اكس الكل هكذا لأن ماذا سوف نشرع كل شيء حتى يفهم جميع لأن عندنا السية ناقص اكس قيمة مجبأ تماما إذن بعدها إذا قلنا هكذا تصبح لنا واحد ناقص اكس مربع يساوي لنا صفر ننقل واحد منهما وماحد منهما تصبح لنا أي اكس مربع يساوي لنا واحد اكس يساوي واحد أو ماذا او اكس يساوي لنا ناقص واحد يعني إذا وضعنا ناقص واحد مربع تصبح واحد والواحد مربع هو واحد بعدها نضع جدوى الإشارة هو الذي يعطي لنا اتجاه تغير هذه المتتالية بطريقة عفوا هذه الدلع عفوا بطريقة جد بسيطة إذا لاحظوا جيدا ولاحظوا ثم هكذا ونضع هكذا إذن ننطلق أولا لنقول اكس من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية عندنا ماذا عندنا واحد ناقص اكس مربع واحد ناقص اكس مربع لو نلاحظ جيدا تابعوا جيدا إذن ماذا يمكن أن نقول أن تنعدم قلنا عند ماذا عندنا ناقص واحد وعندنا الواحد نضع هنا رمز الإنئدام وهنا رمز الإنئدام ونكمل هنا كذلك رمز الإنئدام لأن هنا سوف نكتب في هذا المكان نكتب هنا فتحة لمن لإكس إذن هذه العبارة من أي درجة إنها من الدرجة الثانية فنقول انظروا ها هو لأن في الأصل المكتوبة تنهى كذا في الأصل ناقص اكس مربع زائد واحد انظروا الآن إلى هذه القيمة فنقول هنا ناقص يعني نفس نفس وهنا عفوا هنا نفس نفس وهنا عكس لماذا لأننا ننظر إلى العدد مضروف الإكس مربع هنا نفس نفس وهنا عكس تلك القيم كما هي نقولها تصبح لنا هنا زائد هكذا هكذا ثم ماذا نقول نقول ومنه الدالة من F كيف هي متناقصة تماما على المجالين من هم المجالين الذي هو الذي هو الأول من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد والمجال الآخر الذي هو من الواحد إلى زائد مال نهاية ومتزايد تماما على المجال من هو المجال الذي هو من ناقص واحد إلى غاية الواحد فقط يقول يا أستاذ أحدكم هل نترك المجال هنا مغلق أم مفتوح اتركوه مغلق لأن الدالة قابلة للاشتقاق ومعرفة عند الواحد والناقص واحد بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى السؤال الذي يأتي بعده إذن السؤال الذي جاء بعده قال طم شكل جدول تغيراتها معناه جدول تغيرات الدالة إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدالة F إذن أولا عندنا مجموعة التعريف من ناقص ما لا نهاية عندنا إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا هنا F فتح لـ X قلنا تنعدم عند الناقص واحد وعند الواحد نضع هنا رمز الانعدام قلنا هنا ناقص زائد وهنا ناقص ونأتي الآن إلى مجال الصور وهو F لـ X ثم بعدها ماذا نقول من هنا ننزل إلى غاية هذا المكان ومن هنا نصعد إلى غاية هذا المكان ثم ننزل مرة أخرى الآن نقوم بعملية الملء وجدنا النهاية عندنا نقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية قلنا عند هكذا زائد ما لا نهاية وهنا وجدنا الصفر وهنا ما علينا إلا أن نقوم بحساب صور الناقص صورة الناقص واحد واحد بدل F إذن أولا بالواحد هنا ناقص واحد وهنا ناقص واحد فتصبح لنا مباشرة صفر وإذا نضاع هنا صفر وعندنا F لي 1 يصبح لنا 1 زائد 1 الكل مربع في أصية الناقص 1 40 في أصية الناقص 1 إذن نكتب هنا 4 في أصية الناقص 1 هكذا فقط أبناي ها قد انهينا مع هذا بعدما أنهينا مع هذا الجزء الآن إلى ثالثا قال أثبت أن المنحن سي يقبل نقطتي إنعطاف يطلب تعيين إحداثي ييهما إذن نكتب هنا إثبات أن سي يقبل نقطتي إنعطاف لاحظوا جيدا إذن قلنا إنعطاف أولا نقول حتى حتى إذن نكتب بخط أوضح إذن حتى سي يقبل ماذا يقبل نقطتي إنعطاف الشرط عندنا ما هو أن ماذا المشتقة الثانية التي هي ما هي هي F فتحتين لإكس تنعدم وماذا وتغير إشارتها هذا هو الشرط مشتقة الثانية تنعدم وتغير إشارة لاحظوا أولا نقول أدال F فتحة كيف هي قابلة للإشتقاق على مجال التعريف على R وماذا وتصبح لنا هذه نعيد إشتقاقها مرة أخرى نبحث أين تنعدم حتى تفهموا جيدا تصبح لنا F فتحتين لإكس تساوي مشتقة هذا مشتقة الأول وهو ناقص إثنان إكس في الثاني زائد مشتقة الثاني وهو أسية ناقص إكس في الأول وهو واحد ناقص إكس مربع نستخرج الأسية عن مشترة تصبح لنا ناقص إثنان إكس هكذا ناقص واحد زائد إكس مربع هكذا مضروبة في أسية ناقص إكس نرتب تصبح لنا F فتحتين لإكس تساوي لنا إكس مربع لاحظوا جيدا ناقص إثنان إكس نعم ناقص واحد في أسية الإكس لاحظوا معي هنا أبنائي الآن نبحث عن إشارة هذه القيمة إذن نقول سوف نأتي بهذه القيمة إن احتجناها نقول أولا F فتحتين لإكس تساوي صفرة أي ماذا؟ أي عندنا إكس مربع ناقص إثنان إكس ناقص واحد يساوي لنا الصفر نفكر في المميز الذي يساوي لنا بمربع الذي هو أربعة ناقص ماذا؟ ناقص أربعة في واحد في ناقص واحد وتساوي لنا كم؟ تساوي لنا ثمانية يصبح لنا جذر عفوا إذن قلت يصبح لنا جذر ضالطة يساوي لنا إثنان جذر إثنان لأنه أربعة في إثنان أربعة تخش لنا بي نصبح لنا إكس واحد يساوي لنا ناقص بي ما نصبح لنا إثنان ناقص جذر ضالطة وهو إثنان جذر إثنان على إثنان نختازل من هنا ومن هنا ومن هنا يصبح لنا ماذا؟ واحد ناقص جذر إثنان والإكس إثنان يصبح لنا إثنان زائد إثنان جذر إثنان على إثنان ويساوي لنا واحد زائد جذر إثنان الآن بعدما وجدنا هذه نكمل الآن بجدول الإشارة جدول الإشارة هو الذي يعطي لنا المرحلة الثانية المتقة الثانية قلنا تنعدم بقيت لنا الآن تنعدم وتغير الإشارة كلمة وتغير إشارة معناه نقوم بتعيين جدول بسيط هو الذي يقرر لنا الحالة الشرط الثالث لأنه لا يمكن أن إذا كانت تنعدم أنها معناها تقبل نقطة نعي طيب يجب أن كذلك تغير الإشارة هذه المشتقة الثانية نلاحظ جيدا إذن هكذا ثم هكذا عندنا نقول هنا X وهنا F فتحتين قلنا لX من ناقص ما لا نهاية عفوا من ناقص هنا ناقص ما لا نهاية وهنا الزائد ما لا نهاية عندنا X واحد وعندنا ماذا X إثنان إذن هنا تنعدم وهنا تنعدم عندنا هنا تصبح لنا الإشارة نأتي الآن إلى الإشارة هي هذه نأتي بها نفس الإشارة نضعها في هذا الموضع ونضعها في هذا الموضع عفوا قلت ونضعها في هذا الموضع نصبح لنا نفس نفس وهنا عكس هل الأمور كلها تحققت نعم نقول منه C يقبل نقطتي إن عطاف إحداثياهم ما هي هي الأم إذا سميناها أم التي هي ماذا واحد ناقص جذر اثنان واف لواحد ناقص جذر اثنان والنقطة B التي هي واحد زائد جذر اثنان واف لواحد زائد جذر اثنان هكذا فقط أبنائك إذن بعد ما برهلنا هذا الأمر يأتي الآن لنقوم بحساب هذه النقطة يعني كقيم تقريبية لاحظوا أولا نقوم بحساب F لمن في واحد ناقص جذر اثنان تصبح لنا تساوي معناه نعوض هنا ونعوض هنا فماذا ينتج؟ تصبح لنا هكذا تصبح لنا واحد ناقص جذر اثنان زائد واحد الكل هكذا مربع في السية ماذا ناقص واحد ناقص جذر اثنان يصبح لنا يساوي لنا كم؟ يصبح يساوي لنا اثنان ناقص جذر اثنان الكل مربع في السية جذر اثنان ناقص واحد وهذه كقيمة يعني كقيمة تقريبية الآن معناه تصبح لنا هنا مباشرة تساوي لنا الآ هذه لي واحد ناقص قلنا جذر اثنان قلنا جذر اثنان والترتيب اللي هي اثنان ناقص جذر اثنان الكل مربع في السية جذر اثنان ناقص واحد هكذا حتى نفهم جيدا نأتي الآن الى ماذا الى النقطة بي التي نقول افلي واحد زائد جذر اثنان تصبح لنا تساوي لنا الآن واحد زائد جذر اثنان زائد واحد الكل مربع في السية ماذا ناقص واحد زائد جذر اثنان تصبح لنا تساوي لنا اثنان زائد جذر اثنان الكل مربع في السية ناقص واحد ناقص جذر اثنان هذه هي النقطة بي إذن النقطة بي كذلك احداثيها لي واحد زائد جذر اثنان مع ماذا مع اثنان زائد جذر اثنان الكل مربع في السية ناقص واحد ناقص جذر اثنان هكذا هذا هو ماذا هذه هي الاحتلال بعدها في عملية الرسم اكيد سوف نضع القيم التقريبية للرسم بعد ما انهينا مع هذا نأتي الآن الى قال احسب اف لناقص اثنان اذا ما علينا الا كتابة العنوان حساب اف لناقص اثنان فتصبح لنا اف لناقص اثنان تساوي لنا ماذا تساوي لنا ناقص اثنان زائد واحد الكل مربع في السية ماذا في السية زائد اثنان وتصبح لنا تساوي لنا ناقص واحد الكل مربع في السية مربع وتساوي لنا السية مربع فقط أبنائي وهي يعني هنا بالتقريب لو نعطي لها بالتقريب تصبح لنا السبعة فاصل ماذا فاصل أربعون لأن هذه سوف تساعدنا في ما نسميه الرسم بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الرسم قال ثم أرسم المنحنة إذن قبل أن نقوم برسم المنحنة أولا عندنا المستقيم مقارب ها هو إيجراج يسألنا صفر مستقيم مقارب أفوقي ها هو أمامكم هذا بجوار الزائد مدنيه ونكتب هنا إيجراج يسألنا صفر هذا الأمر الأول عندنا كذلك هذه النقطة التي هي ناقص اثناني مع ماذا؟ مع الأسية مربعة التي يقلنا بالتقريب 7.40 إذن عندنا ها هي النقطة تلك تلك النقطة وعندنا النقطة أنظروا بعد قمنا بعملية حساب بالتقريبات ناقص 0.41 إذن ناقص 0.41 مع ماذا؟ مع 0.51 إذن تكون لنا النقطة هنا باسمها النقطة ماذا؟ النقطة A وعندنا النقطة باللي هي 1.41 مع ماذا؟ مع 1.04 إذن تكون بالتقريب في هذا الموضع النقطة التي اسمها B ثم نأتي الآن إلى القيم الحدية انظروا إلى القيم الحدية عندنا ناقص 1 مع ماذا؟ مع 0. هذه تشبه الحفرة إذن نضع رمز مثل الحفرة هكذا حتى نفهم جيدا هكذا ثم عندنا الجبل انظروا إلى الجبل 1 مع 4 في أسية ناقص 1 التي هي 4 في أسية ناقص 1 وهي 1.47 1.47 يعني تأتينا في هذا عفوا يعني هنا في هذا الموضع نضع هنا شيء يشبه الجبل هكذا ثم ننطلق الآن بعملية الرسم رويدا رويدا أكيد نأتي من هنا وننزل هكذا إلى تلك القيمة الحدية نتابع جيدا أولا نحاول أن نصعد من هنا هكذا دقيقوا جيدا أبنائي لأن الأمر ها هو أمامكم من هنا في الأصل من هنا وننزل هكذا إلى هذه القيمة الحدية ثم نصعد إلى هنا ها هي نقطة الإنعطاف الأولى ثم هذا يأتينا ها هو أمامكم لاحظوا من هنا هكذا يأتينا الرسم ينعطف في ماذا بهذه النقطة هنا يوجد منعطف ثم عندنا في الجهة الأخرى كذلك من هنا ينزل لما يصل إلى تلك النقطة ب يغير منحة اتجاه هكذا هذا هو منحة هذه الدالة فقط إذن في الأصل يأتينا من هنا وينزل إلى هذه القيمة الحدية ثم يصعد هكذا عندنا ها هو منعطف الأول ثم يصعد إلى القيمة الحدية هذه ثم يتجه هكذا نحو إيقلاق يسأل لنا الصفر ونكتب ماذا ونكتب سي آف أو سي مثل ما سمي سي إذن نكتب له سي فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذه نأتي الآن إلى ثانيا لكن ثانيا يحتاج إلى التركيز معي جيدا قال ليكن أم وسيط حقيقي نعتبر دالة أف أم المعرفة على أر كما يلي أف أم لإكس وسيكون إكس مربع زائد أم إكس زائد واحد في أسية ناقص إكس يعني دالة وسيطية قال وليكن سي أم تمثيلها البياني في المعلم السابق السؤال الأول قال أثبت أن جميع المنحناية سي أم يعني مهما يتغير هذا أم تشمل نقطة ثابتة أوميغا يطلب تعيين إهدافية إذا لاحظوا أولا نكتب إثبات أن جميع المنحنايات التي اسمها سي أم ماذا تعمل تشمل نقطة كيف نقطة ثابتة اسمها ماذا اسمها أوميغا لاحظوا واركزوا ما المقصود هذا هندسيا معناه لو نلاحظ جيدا هذا منحنا وهذا منحنا وهذا منحنا وهذا كلهم لو نلاحظ تتقطع في نقطة اسمها هي اسمها أوميغا هي تظهر قبل الحساب أن إحداثيها كم X صفر والY واحد الآن تعالوا نبرهن هذا حسابيا نقول هكذا لتكن أوميغا إحداثيها بما أن نقطة ثابتة إحداثيها X صفر و Y صفر لاحظوا جيدا معناه مهما يتغير هذا تبقى تلك النقطة ثابتة وكل منحنايات تشمولها نقول لتكون أوميغا إحداثيها X صفر Y صفر حيث ماذا حيث أوميغا تنتمي إلى CM يعني تنتمي إلى هذه منحنايات أي ماذا أي أنه تصبح لنا F تساولنا Y صفر معناه تحقق هذه المعادلة هذا ماذا يعني يعني يمكن نقول هكذا أي تساولنا Y صفر تساولنا X صفر مربع زائد M في X صفر زائد واحد هكذا مضربة في أسية ناقص X صفر لم أفعل شيء أعودت هنا بالY صفر وهنا بالX صفر ونحل المعادلة الآن مجهولها من يصبح يا أبني مجهولها يصبح لنا هو M لهذا نقول أثبت أن جميع المنحات C تشمل نقطة ثابت مهما كان M يعني هذا M يصبح له لا يوجد له تأثير إذا حدث بعض الأشياء دقيقوا الآن ننقل هذا إلى هنا وننشر أنشر الآن هذا في هذا تصبح X صفر مربع في سية ناقص X صفر ثم هذا في هذا لهو زائد M في سية M X هكذا M في X صفر في سية ناقص X صفر ثم هذا في هذا معناه زائد سية ناقص X صفر وقلنا الآخر نقلناه إلى هنا نصبح ناقص Y صفر يساوي لنا الصفر وعندنا قلنا المجهول الذي هنا نركز عليه يصبح لنا هو لنقطة ثابتة بما أنها لنقطة ثابتة معناه ليس هو المتغير حتى تفهم جيدا لهذا السؤال الآن نرتب تصبح لنا هكذا تصبح لنا M إذن M في X صفر في سية ناقص X صفر ثم عندنا الأجزاء الأخرى هي زائد X صفر مربع في سية ناقص X صفر ثم زائد سية ناقص X صفر هكذا ثم ناقص Y صفر ليسألنا الصفر ينعدم هذا كثير الحدود إذن عدمت معاملته نقول من أجل ماذا نقول هذا إذن هنا من أجل من أجل كل M من ماذا من R فإن ماذا فإن يتحقق هذا الشيء ينعدم إذن عدم لاحظ إذن أعيد ينعدم هذا كثير الحدود المتغير آم الآن قلت المتغير آم إذن عدم هذا الجزء هذا الجزء أصبح يساوي صفر و هذا الجزء كليا يساوي لنا كذلك صفر ينعدم كثير حدود إذن عدمت معاملات حدود معناها تصبح لنا هكذا تصبح لنا X صفر في أسية ناقص X صفر يساوي صفر و و كلمة و في الرياضي في التقاطع و X صفر مربع في أسية ناقص X صفر زائد أسية ناقص X صفر ناقص Y صفر يساوي لنا صفر هذا مات إذن أولا عندنا أسية ناقص X صفر معروفة أنها لا تساوي صفر معناه هو الذي يساوي هو هذا معناه تصبح لنا هكذا أي X صفر كم يساوي يساوي لنا صفر بعدما وجدنا هذا نأتي بهذه القيمة ونأتي بها وعوضها هنا وعوضها هنا وعوضها هنا فماذا ينتج تصبح لنا صفر في أسية ناقص صفر زائد أسية ماذا ناقص ركز جيدا ناقص صفر هكذا ناقص Y صفر يساوي لنا الصفر أكيد هذا يذهب إلى الصفر وهذا يذهب لنا إلى الواحد وننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا واحد يساوي لنا Y صفر ومنه ماذا تصبح ومنه تصبح لنا هكذا لاحظتم ها قد وجدنا الأمر بطريقة بسيطة نقول تصبح لنا ما هي هي الصفر والواحد الذي ريتكم في المنحنايات نقول ومنه جميع المنحنايات سي أم تشمل نقطة كيف هي نقطة ثابتة من هي لاحظوا نقطة ثابتة اوميغا إحداثيها التي هي صفر واحد وها هي أمامكم يا أبني تظهر عندكم في هذه المنحنايات أخذت أربع حالات فقط ولو نأخذ ألف حالة سوف نجدها كلها تتقطع في اوميغا إذن هنا ما عليكم لما تجدوا هذا السؤال اعلموا أن المتغير الذي يصبح لنا في هذه المعادلة ليس هو X0 لأننا قلنا أوميغا هي نقطة ثابتة فإن إحداثيها تكون ثابتة إذن هذا الآن هو الذي يصبح يعني حتى تفهموا جيدا معناه نقول آم هو المتغير هو المتغير حتى تفهموا الفكرة جيدا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الثاني الذي يحتاج إلى نعمنا الدقة والتركيز قال ثانيا أدرس اتجاه تغير دلاء فأم إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير الدالة التي اسمها أف أم لاحظوا جيدا نقول الدالة أف أم كيف هي قابلة للإشتقاق على المجال الذي هو على أر بحيث بحيث تصبحنا أف أم فتح لإكس يساوي لا ننسى أن هنا عندنا جداء دلتين هي وعندنا ذي مشتقهم ماذا يساوي مشتق الأول في الثاني عفوا قلت مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني في الأول إذن مشتق الأول يساوي بحيث اثنان اثنان إكس زائد آم هذا هو الزل الأول مشتق الأول في الثاني زائد مشتق الثاني اللي هو ناقص اسية ناقص X في الأول اللي هو X مربع زائد آم في X زائد 1 أكيد سوف نستخرج أسية عامanned مشتق تصبحنا هكذا تصبحنا اثنان إكس زائد آم ناقص اكس مربع ناقص ام اكس زائق ناقص عفوا ناقص واحد في اسية الناقص اكس هذا الامر الاخر نرتب الان رويدا رويدا نصبح لنا اف ام فتحة ل اكس عفوا قلت اف فتحة ل اكس تساوينا نرطب تصبح لنا اكس عفوا ناقص ناقص اكس مربع ثم عندنا هذا مع هذا تصبح لنا زائد اثنان ناقص ام في اكس ثم ماذا ثم زائد ام ناقص واحد هذه هي اف ماذا في الكل اكيد في اسية الناقص اكس هذا لا ننسى الان نأتي الى دراسة الاتجاه نقول اذا نضع هنا الخط الكبير هذا حتى يظهر جليا هكذا نقول اشارة اف ام فتحة ل اكس من اشارة ماذا من اشارة ناقص اكس مربع زائد اثنان ناقص ام في اكس زائد ام ناقص واحد لان عندنا السية ناقص اكس قيمة مجبت هماما الان ما علينا الا ان نفكر في المميز الذي يساوي لاحظوا معنا ابنائي النقطة حتى تتعلموا الذي يساوي بمربع يعني اثنان ناقص ام الكل مربع ناقص اربعة في الا اللي هو ناقص واحد في السي الذي هو ام ناقص واحد تساوي الاولى متطابقة الشهرية التي تصبح لنا كم اربعة زائد ام مربع ناقص اربعة ام ثم هذا مع هذا يصبح لنا زائد يصبح لنا زائد اربعة ام ثم ماذا ثم ركزوا جيدا ثم ناقص اربعة لان الناقص في الناقص في الناقص يصبح لنا ناقص اولا هذا وهذا ذهب وهذا وهذا قد ذهب فاصبحت لنا دالتا يساوي لنا ماذا يساوي لنا ام مربع الان بعد ما ظهر هو الان مربع علينا ان نقوم بدراسة اشارة كذلك هذا الدالتا لان هو نعم هو موجب لكن ليس موجب تماما نتابع الان كيف نناقش هذه الحالات الثلاثة اذا ناتي الان ابنائي نناقش نقول واحد اذا كان لاحظوا جيدا اذا قلنا اذا واحد اذا كان ام يساوي لنا سفر فيصبح لنا دالتا كم يساوي يساوي لنا السفر لما يكون ام يصبح لنا السفر اي ماذا صبح لنا اف لاحظوا نكتبوه هنا اف سفر فتح لي اكس ماذا تساوي عوضوا الان صبح لنا ناقش اكس مربع زائد اثنان اكس ناقش واحد في اسية ناقش اكس لماذا ابنائي لان عوضوا بهذه القيمة هنا وعوضوا بهذه القيمة هنا لاحظتم فصبح لنا ماذا صبح لنا اف سفر فتح لي اكس ماذا تساوي هذه يمكن ان نستخرج الناقش ناقش ماذا اكس مربع ناقش اثنان اكس زائد واحد في اسية ناقش اكس وتساوينا ناقش في اكس ناقش واحد الكل مربع في اسية ناقش اكس هذه هي اف فتح اف سفر فتح لي اكس وهذه القيمة سالبة تماما اذا نقول ومنه ماذا ينتج ومنه يصبح لنا اف سفر فتح لي اكس لان الام اخذ الصفر اقل تمام من الصفر اي الدالة كيف اف ام كيف هي متناقصة تماما على ماذا على ار لماذا ابنائي لان هنا حتى تفهموا جيدا انه لما ام اخذ كم اخذ الصفر عوضنا هنا بصفر وعوضناهم بصفر لاحظوا المشتقة ماذا اصبحت اصبحت هذه القيمة وهذه القيمة لو نلاع لما استخرجنا لها الناقص اصبحت هي نفسها هذه القيمة لان قلت هذه متطابقة الشهيرة حيث عندنا اكس ناقص اكس مربع ناقص اثنان اكس زائد واحد هذه في الاصلة هي اكس قلت هي اكس ناقص اعفوا نكتبها بخط اوضح قلت هي اكس ناقص واحد الكل مربع حتى تفهموا جيدا الان بعدها لاحظوا هذه دائما موجبة هذه المعرف عليها انها موجبة وهذا موجب ها هو الناقص هو الذي احدث الاشكال هذا الناقص فاصبحت الدالة هذه اف ام انها متناقصة تماما هذه الحالة الاولى ناتي الان الى الحالة الثانية اذا ناتي الان ابنائي الى الحالة الثانية لاحظوا جيدا الان قلنا عندنا دالة اولا دالة يسوينا كم يسوينا ام مربع ومنه جذر دالة يصبح لنا كم يصبح لنا ام مربع تحت الجذر وبما ان الام قيمة كيف هي قيمة لا نعرفها موجبة او سالبة لكن الام مربع اي شيء اذا خرج بالتربيع من الجذر سخر لنا القيمة المطلقة لام والقيمة المطلقة لام فيها شيئان اما ان تسوي لنا ام او تسوي لنا ناقص ام متى تسوي لنا ام ومتى تسوي لنا ناقص ام ركزوا هنا اذا كان ام موجب تماما وهنا اذا كان ام سالب تماما لماذا لانا قلنا وهنا لا يسوي الصفر اولا نفينا انه لا يسوي صفر معناه لما لو يسوي صفر يجب ان تكون هذه القيم اما موجبة تماما او سالبة تماما نناقص الان نقول الف اذا كان ماذا اذا كان ام موجب تماما فماذا يصدر يصدر أي أنه يصبح لنا جذر دالتا يسوي لنا كم يسوي لنا أم يعني نتخذ هذا الطريق عفوا نتخذ قلت هذا الطريق دقيقوا إذن هذا الطريق حتى نوضح الأمور كما هي هكذا الآن فتصبح لنا X1 يسوي لنا ناقص B أين هو صبح لنا X1 آم ناقص 2 لأن ناقص بمعنى هذا تضرب في الناقص ناقص جذر دالتا وهو آم هذا نضع هنا نقول هكذا نركزوا نكتب أولى القانون ناقص B ناقص جذر دالتا على 2 ويساوي ناقص B hence سبح لنا آم ناقص 2 ناقص جذر دالتا على 2 يسوي لنا M-2 والجذر دالت ها هي قيمته اللي هي ناقص M على ماذا على ناقص 2 يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا كم تصبح لنا واحد هذا الأول عندنا X2 يسوي لنا نفس الشيء ناقص B زائد الجذر دالت على 2 يسوي لنا ناقص B هو M ناقص 2 ناقص زائد الجذر دالت على 2 يسوي لنا M ناقص 2 زائد الجذر دالت الذي هو M ها هو أمامكم حتى تفهموا جيدا إذن ها هو على ماذا على ناقص 2 تصبح لنا كم تصبح لنا 2M ناقص 2 على ماذا على ناقص 2 يذهب من هنا ومن هنا ومن هنا تصبح لنا تصبح لنا كم تصبح لنا ناقص ليصبح لنا 1 عفوا يصبح لنا 1 ناقص آم بعد عملية أولا نركز جيدا بعد عملية الإختزال يبقى لنا هذا الناقص هنا تذهب 2 2 2 تبقى لنا آم ناقص 1 على ناقص 1 هذا الناقص ضربناه نصبح ناقص آم ونضربه هنا يصبح 1 لاحظتم إذن هذا هو X2 لاحظوا هذا X2 وهذا X1 الآن نأتي إلى لنضع جدول إشارة لاحظوا جيدا فيه جدول الإشارة هو الذي يعطي لنا اتجاه تغير وبطريقة جد جد سليمة لاحظوا جيدا هكذا وهكذا وهنا نضع هكذا تقلق أرجوكم إذن ومن هنا إذن لاحظوا ولا تتعجلوا أبناي فيما يخص هذه الدوال من هذا النوع لأنها تحتاج إلى الدقة لأنها سوف نناقش إذن عندنا هنا X وهنا F M فتح لX إذن عندنا معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية الآن من هو الأكبر يا تورا لو نلاحظ جيدا الآن قلنا أولا M موجب لو نضع هنا M قيم موجب فماذا يصبح لنا هذا العدد يصبح لنا سالب يحذروا الآن يصبح لنا أنه في هذا المكان هنا يصبح كم يصبح لنا هنا واحد ناقص M وهنا واحد يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لأن تخيلوا لو نضع هنا الآن كم قلنا الآن موجب ضعوا عشر ضعوا عشر تصبح لنا واحد ناقص كم واحد ناقص عشرة إنها ناقص ساعة هل ناقص ساعة أكبر من واحد لا إذن الترتيب يجب أن يكون هكذا لأن ماذا يمكن أن نقول لأن يصبح لنا واحد ناقص M أصغر من ماذا من واحد لماذا لأنه يذهب هذا مع هذا تصبح لنا ناقص M أقل ثم من الصفر لهذا علينا أن نحترم هذه معناه تصبح لنا في هذه الحالة أن X 2 هي الأصغر من X 1 أرجو قد فهمتم ثم نأتي الآن إلى هذه هي العبارة التي نحدد لها الإشارة هذه انظروا الآن إلى هذا المكان إنها ناقص فنأتي بهذه الناقص نفس وهنا ماذا وهنا نفس والجهة الأخرى عكس وصبح لنا هنا ناقص ناقص وهنا زائد أرجو قد فهمتم أعيد حتى يفهم الجميع هنا عندنا X 1 و X 2 بما أن هنا لاحظوا جيدا عندنا الآن موجب فهذا الآن كلما كبر هذه القيمة 1 نقص أما تصبح سبح لنا قيمة سالبة والواحد هنا ثابت الواحد قيمتهم تظهر جيدا أنها مجبهة هي أمامكم أما هذه القيمة كلما كبرت قيمة M هذه أصبحت القيمة سالبة فيأتينا هذا التبديل ثم الآن نكتب تلك الجملة اللغوية الدالة ماذا الدالة F M كيف هي متناقص تماما على المجالين من هم المجالين الذين هم من ناقص مال نهاية إلى واحد ناقص M والمجال الآخر اللي هو من الواحد إلى الزائد مال نهاية ومتزايدا تماما على المجال من اللي هو واحد ناقص M وواحد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع الحالة التي سميناها آلث نأتي الآن إلى الحالة B إذا كان عندنا M كيف هو قيمة سالبة فيصبح لنا دالة جذر دالة ماذا يساوي قلنا يساوي لنا ناقص M لأن قلنا القيمة قلنا أولا جذر دالة قلنا يساوي لنا القيمة المطلقة لـ M وتساوي لنا قيمتين تساوي لنا قلنا M وتساوي لنا ناقص M هنا إذا كان M مجب وهنا إذا كان M سالب فنحن نحتاج هذه في هذا الفرع لأن ماذا لأن انظروا جيدا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا X واحد يساوي لنا ناقص B ناقص دالة على 2A ويساوي الـ B قلنا هو 2 ناقص M بعدها نضرب في الناقص صبح لنا M ناقص 2 ناقص جذر دالة جذر دالة الذي قلنا عليه إنه بالقيمة مطلقة صبح لنا ناقص إذا وضعنا هنا هكذا ركزوا جيدا نصبح لنا ناقص ناقص M على 2 في الـ هو ناقص 1 صبح لنا هكذا صبح لنا M ناقص 2 زائد M على ناقص 2 تصبح لنا 2 M ناقص 2 على ناقص 2 تصبح لنا X 1 يساوي ك بعدها نختزل هذا وهذا وهذا ونصعد ناقص تصبح لنا 1 ناقص M ثم عندنا X 2 يصبح لنا نفس الشيء ناقص B زائد جذر دالة على 2 أفوا على 2 A تصبح لنا ناقص B لهو كم لهو M ناقص 2 ناقص جذر دالة الآن جذر دالة نعوضه بماذا قلنا ناقص الآن تصبح لنا زائد زائد ناقص M على 2 في ناقص 1 تصبح لنا هذا يذهب مع هذا تصبح لنا ناقص 2 على 2 ويصبح 1 لكن الآن لا ننسى أن الترتيب سوف يتغير معناه نصنع كذلك نفس الجدول الذي وضعناه في الجزء الأول لكن الأمور أظنها أنها ستعكس دقيقوا هكذا إذا لاحظتم هذه الدوال من هذا النوع تحتاج إلى المناقشة وبدقة إذن عندنا هنا X من ناقص ما لا نهاية إلى الزائد ما لا نهاية وعندنا F M فتح ل X الذي هو من أين عندنا الآن أيهم يصبح الأكبر هل هذا هو الأكبر أم هذا هو الأكبر أكيد يصبح لنا هذا هو الأكبر لماذا أبناء هذا هو الأكبر لأن قيم لاحظوا ناقص M يعني هنا ركزوا جيدا الآن سالب ها هو M سالب أتقبل القيم السالبة وأضربها في ناقص ماذا تصبح لنا مجاب معناه يصبح أن X 1 هو الذي أكبر الآن من X 2 أي 1 ناقص M يصبح أكبر من 1 لأن M سالب تخيل الآن هذا M سالب ونضربه في ناقص مجاب إذن الآن يتغير الترتيب فيصبح X X2 في هذا الموضع و X أو نكتبها مباشرة قيمة هكام هنا الواحد وهنا 1 ناقص M لاحظتم الدقة يعني كل مرة في الأولى لاحظوا الترتيب الترتيب هنا معكوس لأن M مجب ونضربه في ناقص سالب ونضيفه فيصبح القيم تنقص لا تزيد أما هنا تعكس سبح هنا هكذا وهنا هكذا الآن عندنا نفس الشيء عندنا هذه الإشارة هي التي توضع في هذا الموضع وتوضع في هذا الموضع فتصبح لنا ناقص وهنا زائد ثم نكتب الجملة اللغوية الدال F M كيف هي متناقص تماما على المجالين من هم مجالين اللذان هم من ناقص مال نهاية إلى الواحد والمجال الآخر لهو من واحد ناقص M إلى غاية الزائد مال نهاية ومتزايد تماما على المجال الذي هو من واحد إلى غاية واحد ناقص M فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى سؤال استنتاجي قال واستنتج قيم M التي من أجلها تقبل الدال F M قيمتين حديتين يطلب تعينهما إذن نكتب هنا عنوان الجواب استنتاج قيم M التي من أجلها من هي من أجلها الدال F M تقبل ماذا تقبل قيمتين إذن قيمتين حديتين حديتين لاحظوا جيدا ما معنى القيم الحدية قيم الحدية خاصة قيم حدية محلية إذن هنا هي الحفرة والجبل حتى نفهم جيدا معنى لو نأتي إلى الجدول الأول هذه لما كان M عندنا كيف هو M عندنا موجب أصبحت عندنا ركز جيدا ها هي هكذا وعندنا هكذا وعندنا هكذا هذه قيمة كيف هي حدية وهذه كذلك قيمة حدية لو نلاحظ القيمة الحدية ما هي هي F لواحد ناقص M وهنا ماذا وF M لواحد ها هي القيمة الحدية وهنا كذلك لكن لم نعين بعد قيم M دقيقوا جيدا هذه كذلك لو نلاحظ جيدا نزلنا هكذا وصعدنا هكذا ونزلنا هكذا هذه كذلك قيمة حدية وهذه كذلك قيمة حدية الآن لاحظوا جيدا في كلا هذه يوجد قيمة حدية الآن ما هي القيمة M التي لا تقبل فيها قيمة حدية نقول الدال F M كيف هي متزا عفوا متناقصة نعتذر متناقصة تماما على R لما X كم يسائع لما M كم أخذ الصفر يقول أحدكم مات هذا الكلام دقيقوا جيدا ها هو انظروا حيث هنا وضعنا هذه لأن هنا في الأصل تنعدم عند ماذا عند الواحد فنقول F فتحة لX كم كية سالبة أي أقل أو يسائل لنا الصفر أي الدالة F M متناقصة تماما على R الدالة إذا كانت متناقصة تماما على مجال تعريفها فإنها لا تقبل قيم حدية أي F صفر F صفر أو F أهم نقول مباشرة F M F M لا تقبل قيم حدية لما X كم يسائل عفوا لما M نحن نتحدث مع M لما M يسائل لنا الصفر الآن إذا نفينا نفينا كلمة لا تقبل قيمة حدية لما M يسائل إذن ما هي قيم M التي تقبل في الدالة القيمة حدية هي R نجمع لما ننزع الصفر فقط ومنه قيم M التي تقبل F M فيها ماذا قيمتين قيمتين حديتين هي قيم M هي R ماذا R النجمع لماذا أبنائي لأن هي لا تقبل قيم حدية لما M يأخذ كم صفر لما ننزع الصفر تصبح الدالة إما هذا الجزء أو هذا الجزء معناه كل قيم M مع هذا صفر تصبح الدالة تقبل فيها قيمتين حديتين هذا الجزء فيه قيمة حديتين ها هي واحدة وها هي أخرى وهذا الجزء كذلك لما كان M سالب كذلك نفس الشيء كانت تقبل قيمة حديتين ما هي المكان الذي لم تقبل فيه قيمة حديتين هما لما M أخذ لنا الصفر فكانت الدالة متناقصة تماما على R الآن ما هما قيمتهم قيمتهما قيمتهما أو نعم قيمتهم قيمتهم هما F M لواحد F M لواحد ها هي وعندنا كذلك و F M لمن لواحد ناقص M وتساوي الآن ما علينا إلا أن نأتي بالعبارة وننطرق بالتعويض إذا لما نعوذ لا تعالوا نعوذ الآن بشيء اسمه واحد وهنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا اثنان زائد M في سية ناقص كم؟ ناقص واحد ثم بعدها نعوذ كذلك ب واحد ناقص M واحد ناقص M تصبح لنا هكذا F M لواحد ناقص M تساوي أن واحد ناقص M الكل مربع زائد M في واحد ناقص M زائد واحد هكذا في اسية ناقص واحد ناقص M نكمل الحساب تصبح لنا تساوي دقيقوا تصبح تصبح تساوي واحد زائد M مربع ناقص 2 M ثم هذا مع هذا زائد M ناقص M مربع زائد واحد في ندخل الناقص على هذا تصبح لنا في اسية M ناقص واحد أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب تصبح لنا كم؟ تصبح لنا دقيقوا عندنا هذا مع هذا تصبح لنا تساوي إثنان ناقص M في اسية ماذا واحد ناقص M إذا تصبح لنا هنا نكتب تساوي إثنان ناقص M في اسية ماذا واحد ركزوا جيدا إذا تصبح لنا M زائد واحد أفوا مع التذر إذا هنا نقوم بعملية المسح ولا نتعجل هنا M ناقص واحد إذن هنا M ناقص واحد هتان هما القيمتين الحديتين لدل F M بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأخذ معنا هذه القيمة الحدية لأنه سوف نحتاجها في السؤال الذي جاء بعده دقيقوا نأخذ قلت هذه القيمة معنا لأنه سوف نحتاجها لنربح الوقت فيما يخص التعويض قال ثالثا M M نقطة من المنحن C M فاصلتها X M حيث X M 91 ناقص M لهذا أخذت هذه القيمة معناه هنا هذه تعتبر X M حتى تفهموا جيدا الفكرة قال أثبت أنه عندما M يمسح R يعني من ناقص ما فإن M هذه النقطة تنتمي إلى منحن يطلب تعيين معادلة له إذا نكتب أولا إثبات أنه ماذا أنه عندما M يمسح ماذا يمسح R هذا الأمر الأول فإنها M تنتمي إلى ماذا إلى منحن منحن لاحظوا جيدا أولا عندنا M هذه M إحداثها X M وماذا Y M هذا النقطة الأولى حيث ماذا وتسوي لنا X M وماذا F M X M هذا هو المعروف لأن ماذا حيث M M هذه تنتمي إلى ماذا تنتمي إلى A تنتمي عفوا إلى C M هذه النقطة هذه النقطة قال نقطة من C M بما أنها نقطة من C M فتصبح إحداثية X M Y M يسوي F M X M هذا هو المقصود من كلمة تنتمي الآن ما علينا إلا أن نأتي يا أبناء ونعوذ حيث ماذا حيث نأتي بهذه القيمة ونعوذ ها بهذا الموضع لما نعوذ ها في هذا الموضع ماذا تصبح لنا هكذا تساوي لاحظوا جيدا تصبح لنا تساوي لنا F M لمن لواحد ناقص M و F M لواحد ناقص M ها هي تلك القيمة لاحظت يعني لا نعيد مرة أخرى نعوذ وتساوي إثنان ناقص M في أسية M ناقص 1 الآن كيف تقول القائد فتصبح لنا معادلة معناه أنه عندنا يصبح لنا شرطان الشرط الأول أنه X يساوي لنا واحد ناقص M و Y أصبح يساوي إثنان ناقص M لماذا في أسية M إذن M ناقص واحد الآن أي ماذا أي نأتي الآن لنتخلص نركز جيدا معناها الأمر كيف معناها يوجد شيء أنه يجب أن نتخلص من هذه M نتخلص منها لنجد منحن فيه X و Y هنا ماذا يعني لو نأتي بهذه القيمة إلى هنا وهذه إلى هنا فماذا ينتج أي تصبح لنا ماذا تصبح لنا M تساوي ماذا تساوي إنا واحد ناقص X نأتي نأتي بهذه القيمة ونعوذ ها في هذا الموضع ونعوذ ها في هذا الموضع يعني نتخلص من آن أي ماذا ينتج لنا لاحظوا وانتبهوا إذن قلنا ماذا يصبح لنا تصبح لنا Y تساوي 2 ناقص 1 ناقص X هكذا في السية 1 ناقص X هكذا ناقص 1 وهذا ماذا يعطي لنا لاحظوا وانتبهوا أرجوكم أولا يذهب هذا مع هذا تصبح لنا Y يساوي كم إذن تصبح لنا هذا مع هذا صبح لنا 1 ناقص ماذا ناقص أو زائد لأن هذا يضربوا مع هذا تصبح لنا زائد X في السية ماذا ناقص X هذا هو تلك المنحنة التي تنتمي إليه هذه النقطة M حتى نفهم جيدا نقول وبالتالي النقطة هذه M تنتمي إلى المنحنة 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 الذي Y تصبح لنا 1 زائد X في أسية ناقص X معادلة له لأنه قال هو عين معادلة هذه هي معادلة تلك المنحنة الذي تنتمي إليه الذي هو ماذا يمثل يمثل ذروة تلك المنحنيات الكثيرة التي هي C أم فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأرجو قد فهمتم إذن هنا أعيد كيف فعلت أولا عندنا قلنا هذه النقطة M إحداثها X و Y أولا هذه النقطة قلنا M هي نقطة من CM معنى إحداثها تحقيق معادلة هي Y تصبح تصبح F M X M X M عندنا قيمتها هي 1 ناقص M فما وجعلنا تساوي لنا 1 ناقص M تساوي 2 ناقص M في أسية M ناقص 1 هنا فأصبحت لنا هذه النقطة إحداثيها هي 1 ناقص M و 2 ناقص M في أسية M ناقص 1 هنا أردت أن أتخلص من M فأظهرت أن M يصبح لنا 1 ناقص X 1 ناقص X عودت هنا فتحصلت على هذا المنحنى معادلة هذا المنحنى إذن وهو الجواب بهذه البساطة فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نأتي الوضعية النسبية للمنحنين C لولد F و C M إذن نكتب هنا دراسة دراسة الوضعية من الوضعية النسبية إذن النسبية لماذا لC و ماذا و C M دقيقوا جيدا و C M حسب ماذا قيم M حيث معناه M قال لا يسوي لنا لا يسوي الاثنان سوف نلاحظ لماذا قال لا يسوي الاثنان إذن ماذا نقول نقول ندرس إشارة الفرق ما بين ماذا ما بين F M ل X ناقص F ل X الذي نضعه الأول هو الذي نقول عليه فوق أو أصفر دقيقوا لأن سبقنا F M ل X فتصبح لنا إشارة على ما ندرس وندرس على مجال تعريف وهو R فتصبح F M X ناقص F X يسوي F M X X مربع زائد M X زائد 1 في أسية ناقص X ناقص ننصر هذه X مربع زائد 2 X زائد 1 في أسية ناقص X تصبح ناقص ناقص الأسية على المشترك سبحنا X مربع زائد M X 1 ناقص X مربع ناقص 2 X ناقص 1 في أسية ناقص X أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب وهذا وهذا قد ذهب فصبحنا ماذا ونستخرج من هنا X على المشترك من عندي هذا ومن عندي هذا سبحنا M ناقص 2 في ماذا في X في أسية ناقص X ونحن قلنا ندرس إشارة الفرق الذي هو F M ل X ناقص F لماذا ل X على R الآن عندنا ماذا لكن عندنا أسية ناقص X قيمة أكبر تماما من الصفر فإن الإشارة من إشارة ماذا من إشارة الذي هو M ناقص 2 في X هنا لما قال M لا يسوي 2 تخيلوا هنا M لو يصبح لنا يسوي 2 تصبح لنا M 2 ناقص 2 هو 0 X هنا تذهب معنى هذه المعادلة يذهب لها المعنى حتى تفى مجيد لهذا قال M لا يسوي الصفر M لا يسوي 2 الآن هنا نناقش حاتين إذن بما أن قلنا المسؤول عن هذه الإشارة هو هذا M ناقص 2 في X نقول أولا إذا كان أولا عندنا M قلنا ناقص 2 لا يسوي الصفر أي M لا يسوي 2 فتصبح أي تصبح لنا ماذا M ناقص 2 في X يسوي الصفر أي ماذا أي X يصبح يسوي صفر على M ناقص 2 لماذا قلنا لا يسوي 2 لأننا لاحظوا M ناقص 2 جاءتنا في المقام والمقام هنا أين ينعدم ينعدم عند 2 لهذا استثنت 2 لأن قيمة تحترم مجموعة التعريف فيصبح أي ماذا أي X يسوي لأن 0 على M ناقص 2 هو 0 بعدها نناقش حالتين نناقش هذه القيمة أفوا نناقش هذه القيمة إذا كانت مجابة وإذا كانت سريبة تعالوا نضع أولا جدو الإشارة الذي من خلاله نعطي ماذا نعطي الوضعية في الحالتين وجدنا هنا حالتان الوضعية الحالة الأولى والحالة الثانية لكن تحتاج إلى التركيز معي هكذا أركز أبنائي إذا قلنا أولا X عفوا إذا قلنا X من ناقص ما لنهاية إلى زائد ما لنهاية وعندنا ماذا عندنا M ناقص 2 مضروب X قلنا تنعدم هذه القيمة عند الصفر لكن هنا نقول عكس نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا عكس M ناقص 2 لكن M متغير لهذا هنا نناقص نقول إذا كان M أكبر M ناقص 2 أكبر من الصفر ننقل هذا إلى هنا أكبر من 2 هذه الحالة 1 فإذا كان هذا موجب فتصبح لنا هنا نفس وهنا عكس لأن هذا في الحالة الأولى موجب تصبح لنا هنا الوضعية لاحظتم يا أبناء الأمر جد جد بسيط دققوا لكن حتى تتعلموا قلت دققوا أرجوكم سوف هنا نكتب كلمة الوضعية بخط أوضح الوضعية هنا هذا عبارة عن ماذا من الدرجة الأولى هنا نقول نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس ماذا هذا هو الذي يفرض وجوده الآن تخيل هذا إذا كان سالب فتصبح لنا هنا ناقص وهنا زائد تخيل الآن هذا إذا كان موجب فصبحنا هنا زائد وهنا ناقص الآن نناقش الحالة الأولى إذا كان M ناقص 2 قيمة مجابة فيصبح لنا قيمة مجابة هنا نفس وهنا عكس فتصبح لنا الوضعية ماذا نقول C M فوق C F أو فوق C يعني نسمي C إذن هكذا وعندنا الحالة وهنا C M أسفل ماذا أسفل C وهنا C M يقطع ماذا يقطع C أرجو قد فهمتم هذه الحالة الأولى نأتي الآن إلى الحالة الثانية كذلك إذا كان عندنا في الحالة الثانية أنه M ناقص 2 قيمة سالبة هذه الحالة الثانية كذلك تصبح لنا وضعية لكن أوكس الأمور دقيق كيف تصبح تصبح أولا نقوم برسم الجدول إذن ها هو الجدول ونتم العملية مثلما قمنا بالأول لحظتم هذه الدوال الوسيطية الأجمل فيها أنها سوف تناقش كل الحالات يا أبناء يعني ليس مثل الأمور البسيطة إنها الدوال تحتاج إلى نوع من الذكاء والدقة إذن عندنا إكس من ناقص مالا نهاية إلى زائد مالا نهاية وعندنا ماذا وعندنا آم ناقص إثنان ضرب ماذا ضرب هنا ضرب إكس قلنا أين تنعدم ينعدم عند الصفر مثل الأول إذن هنا هكذا وهنا نكتب كلمة الوضعية راح ذو جيد الوضعية إذن الحالتين يوجد لنا حالتين إذن هنا ننظمها هنا آم ناقص إثنان مجب هذا الحالة الأولى وآم ناقص إثنان سالب فيصبح لنا ماذا الآن العبارة ها هي يصبح لنا آم ناقص إثنان سالب يعني هنا نفس ماذا هنا هكذا ناقص وهنا ماذا هنا زائد لأن ها هو المسؤول آم ناقص إثنان آم ناقص إثنان سالب إذن هنا نفس وهنا عكس ثم نأتي الآن ونضع هكذا وهكذا نقول سي آم فوق ماذا فوق سي عفوا عفوا نعتذر أعتذر سي آم أسفل أعتذر أسفل ماذا سي وهنا سي آم فوق ماذا فوق سي وهنا سي آم ماذا يقطع سي فقط أبنائي أرجو قد فهمتم يعني هنا نناقش حالتين حالة آم ناقص ثنان وهو هذا العدل مضروف الإكس موجب فاصبحنا هنا نفس زائد ناقص وإذا كان سي يصبحنا ناقص زائد فقط أبنائي وفي الأخي الأبناء وبناتي العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرحة هم على روح أم الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته